من أيام قليلة ناقشت وزارة البيئة مسودة الخطة الوطنية للحفاظ على طائر سقر الغروب ده ضمن جهود عالمية لحماية ما يعرف بالتنوع البيولوجي ودعم سبل استدامة الطيور المهاجرة والحقيقة أن مصر حريصة جدا خلال الفترة الماضية على العمل ضمن هذه الاتفاقية اتفاقية الأنواع المهاجرة للأمم المتحدة وهي بالمناسبة اتفاقية عالمية متخصصة ووحيدة في الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الطيور في جهود كبيرة جدا بتبدلها وزارة البيئة والدولة المصرية للحفاظ على مثل هذه الأنواع من الطيور المهاجرة خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الخطة الوطنية لحماية طائر سقر الغروب من الدكتور عادل سليمان خبير الإدارة البيئية والتنوع البيولوجي أهلا وسائل دكتور وصباح الخير أهلا بحضرتك أهلا وسائل زمان أهلا وسائل محمد وأهلا بجميع السادة المشاهدين يعني طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت بالنسبة للخطة الوطنية أنا لسه عايزة قبل أن أتكلم عن خطة الوطنية عايزة أعرف مين سقر الغروب اللي هنعمل له خطة وطنية مخصوصة ده كلام ممتاز جدا يعني احنا بنتكلم على طائر سقر الغروب ده أحد الطيور الحوامة أحد السقور طبعا يعتبر سقر الغروب ده من الطيور المهددة بالانقراض نظرا طبعا زي ما حضرتكو عارفين طبعا الطيور على مستوى العالم كله بتصنف أو بيتم وضع درجة حساسيتها أو درجة تواجدها من خلال الاتحاد الدولي لصنط طبيعة اللي بيقول الطائر ده سواء منتشر أو مهدد أو يعني بيواجه مشاكل أو أو الأخير اللي هو بيتم تصنيفه يعني فهو صنف الطائر كأحد الأنواع المهددة بالانقراض وده لي لأن طبعا البيئة اللي بيعيش فيها الطائر بتهدد بالانقراض أو بتهدد بمشاكل نتيجة أهم معنصر طبعا التغيرات المناخية يمكن دي طبعا أصبحت ظاهرة عالمية وفي نفس الوقت أيضا بيواجه تهديات أخرى اللي هي طبعا البيئة بتاعته نفسها ممكن بتتعرض لمشكلات معينة ممكن من السياحة من الناس من مشكلات متعددة يعني فهو طائر صقر الغروب في الحقيقة أحد الطيور المميزة واللي موجود بأعداد قليلة يعني مثلا إحنا لو بنتكلم عن طائر زي اللقلق مثلا اللبيض بيجي عندنا بأعداد كبيرة جدا قد تتعدد 300 ألف طائر أو 400 ألف طائر في السنة أو ربما تزيد عن هذه الأعداد لكن صقر الغروب موجود عندنا مثلا اللي تم حصره حتى الآن لا يتعدى 700 فرد فطبعا عدد محدود جدا فصقر الغروب أحد الأنواع الطيور الحوامة اللي موجودة في مصر بشكل طبعا مميز جدا لأنها موجودة يمكن في منطقتين ثلاثة موجودين في مصر وده اللي خلى بقى وزارة البيئة تبدأ لما يتحط على الأجندة بتاعتها إن احنا نعمله خطة وطنية علشان نحافظ علي قبل الخطة الوطنية إزاي بتعاون مع الاتفاقية الخاصة بالأنواع المهاجرة للطيور المهددة بالانقراض أو التنوع البيولوجي وهي اتفاقية دولية وحيدة ومتخصصة في هذا الشأن كيفية التعامل بقى الدولة المصرية إزاي تتعامل في إطار هذه الاتفاقية والتنصيق بيكون عامل إزاي عشان أحافظ على التنوع البيولوجي ومن ضمنه الحفاظ على بعض الطيور المهددة ده كلام رائع جدا خلينا ناخد المظلة الأعلى أن مصر حاليا بتقوم بتحديث الاستراتيجية الوطنية لسون التنوع البيولوجي فهذه الاستراتيجية بتتضمن كل أشكال التنوع البيولوجي اللي موجودة على وجه الأرض بما فيها الطيور فخلينا نيجي الاتفاقية المتعلقة بالطيور نفسها دي اتفاقية خاصة طبعا مشترك فيها العديد من الدول علشان تشترك في هدف واحد اللي هو الحفاظ على الطيور اللي احنا بنعتبرها سفراء الطبيعة الطيور طبعا زي ما حضرتك عارف يعني بتتنقل وبتهاجر فهي ملهاش مكان واحد ممكن يبقى لها مكان مقيم فيه ولكن بتنتقل من مكان لمكان علشان طبعا ظروف المناق أو ظروف الغذاء أو حتى التكاثر أو إلى آخره اللي منها طبعا صغير فهو اشتراك مصر طبعا في الجلسات الخاصة بمؤتمرات الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة بصون الطيور بتتم بشكل مستمر احنا مطلوب منه ان احنا بنحدث التقارير الوطنية بتاعتنا اللي بتحافظ على الطيور في اطار عالمي مشترك لوضع خطة عالمية زي ما حضرتك عارف دلوقتي ممكن مؤخرا عملوا الملحق للاتفاقية ووقع بروتوكول خاص بالاتفاقية الحفاظ على الجوارح وايضا مصر عضو فيها ومشتركة فيها وهذه الاتفاقية وضعت اطار زي خطة عالمية يشترك فيها العالم كله علشان يحافظ على الطيور المهددة واللي من ضمنها سقر الغروب اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة فاذا مصر احد الاطراف اللي موجودة في هذه الاتفاقية اللي بتشترك فيه وضع المخطط العالمي لصون الطيور المهددة طبعا احنا بنتكلم على الطيور بصفة عامة ولكن طبعا بتحط اولويات والاولوية الاولى بالنسبة لنا هي الطيور اللي هي مهددة بالانقراض او معرضة لخطر الانقراض اللي احنا من ضمنها سقر الغروب ويمكن نها يعني ان ما خش اتكلم في نقول احنا احنا ازاي تميزنا كمصر بان احنا نبقى اول دولة بتوضع خطة وطنية للحفاظ على طائر وانها تاخد خطوة استباقية زي دي يمكن طبعا وزارة البيئة من خلال فترة قريبا من اسبوعين ثلاثة عملت اول ورشة عامة وطنية علشان تناقش الخطة الوطنية للحفاظ على سقر الغروب اعتقد ان احنا دلوقتي بقى ان نقدر نتكلم عن الخطة الوطنية تمام يا يمكن طبعا زي ما حضرتك عارفة يمكن احنا بنكلم في الطائر الطائر مثلا مش هكلم زينبات مثلا او كده موجود في منطقة معينة واقدر احصوله او نقدر احافظ عليه لا ده بيتقل من مكان لمكان فده بيحتاج جهود مختلفة مش بس وزارة البيئة ولكن كل الجهات الشريكة اللي تستطيع ان تساعد وزارة البيئة في هذا العمل ويمكن كخطوة رائعة من وزارة البيئة في قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة وضعت الخطة اللي اشترك فيها منظمات المجتمع المدني وايضا الوزارة زي وزارة السياحة لان طبعا انا بتكلم كده على سقر الغروب اللي احنا بنيجي نقول هو موجود فين سقر الغروب موجود فين في مصر موجود يمكن في اماكن بسيطة خالص طبعا مين للجزر لو نتكلم على جزيرة زي مثلا جزيرة وادي الجمال اللي بعد مرسى عالم كده بعد مرسى عالم كده حوالي 60 كيلو جنوبا الجزيرة دي منطقة من اهم مناطق تكاثر الطائر هل في مواسم معينة دكتور يعني ولا طول السنة بالزبط كده احنا عندنا بقى في خلال شهر اكتوبر بالذات يمكن الفترة اللي احنا بنتكلم فيها كده من سبتمبر واكتوبر ونوفمبر دي الفترة الحرجة جدا اللي بيتم تكاثر فيها الطائر وعلشان كده الخطة المتوضعت بالمشاركة خلينا اقول بقى منظمات المجتمع ووزارة السياحة كانت علشان تنظيم مثلا الرحلات اللي ممكن تنزل للجزيرة دي فانا ما انفعش ان انا مثلا اسمح للناس انها تنزل على الجزيرة في حين ده موسم التكاثر بتاعته اللي بيحط فيها العشاش بتاعته والبيت بتاعته بيبقى موجود فممكن يتم تدميرها لو حصل عدم تنظيم للايه للامور دي فمن هنا بتأتي قيمة الخطة الوطنية اللي احنا نخطها مش بس كده انا بتكلم على طائر دلوقتي يمكن زيما قلت حددك عدده بسيطة جدا موجودة مش بشكل كبير وده لأنه طائر مهدد بالانقراض فلابد يتعامل برنامج رصد لوجود الطائر ده فين هو موجود فين يعني احنا دولة بعض العماليات الرصد اللي تمت وانك قامت بها وزارة البيئة من فترة مش بعيدة رصدت العدد اللي احنا بنقول عليها دي موجودة عليك زي تودي الجمال فأيضا في منطقة الصحراء البيضة بننكلم بقى في الجزء الاخر من الدولة ايضا موجود فيها برضو نفس الطائر بسيطة بأعداد محدودة جدا ايضا منطقة سيوة بأعداد محدودة جدا فاذا انا محتاج احط برنامج وطني علشان ارصد اماكن وجود الطائر ده ومن هنا ابتأدي قيمة الخطة الوطنية اللي احنا اشتغلنا عليها ان انا ابدأ احط برنامج للرصده عشان اعرف اماكنه فين ابدأ اشوف ايه الانواع المخاطر اللي بيتعرض لها على كل منطقة يعني منطقة زيودي الجمال هنتكلم على الجزء السياحي لو طب في منطقة مثلا زي الصحر البيضاء هل ايه هل برضو سياحة ولا حاجة تانية قد تكون ممارسات مختلفة مثلا ممكن عمالية صيد ممكن عمليات مثلا ممارسات اخرى ممكن عمالية تلوس الطائر بينزل عشان يأكل غذاء فممكن لو ما قدرش مثلا منضوع منظومة مخلفات بشكل جيد ممكن يتعرض الطائر لمخاطر فمن هنا الخطة وضعت نظام للتتبع والرصد بتاع الطائر بشكل كويس برامج التوعية اللي احنا موجودين هنا احنا جايين هنا نقول دول صفراء الطبيعة يعني من اهم واجمل الكائنات الموجودة في الكون وفي نفس الوقت طبعا ما اجا اقول دول بيجوا مصر ده معناه ايه؟ معناه ان البيئة صحية في مصر انا ما بقول ان انا عندي 500 مليون طائر بيجوا لي في السنة بيهاجروا 500 مليون تخيل الرقم رقم مهول طبعا معناه ايه؟ معناه ان انا عندي نظام بيئة سليم بيئة صحية امنة بتجذب الطيور دي انها تيجي لما اتكلم في 2 مليون طائر بيجوا لي كل سنة من الطيور الحوامة اللي هي كبيرة بقى زي سقر الغروب اللي احنا بنتكلم عليه فاذا انا قدام طبعا يعني قيمة كبيرة جدا لابد ان كان يحط لها اه اه ويمكن بس اعاوز لي فيك اتا جزء بقى اللي هو جزء الاقتصادي بقى والاستثمال الجانب الاقتصادي بقى مهم جدا لك ان تتخيل ان الدراسات الاخيرة بتقول ان انا سياحة مشاهدة الطيور يعني بتجيب ارادات تتعدى 20 مليار دولار سنوي فيه طبعا نصبنا في مصر قد اي منها اه جميل جدا بقى احنا طبعا احنا بدأنا بخطوات كبيرة في الفترة الاخيرة ويمكن شاهد كوب 27 ان احنا عملنا مرصد او عملنا جزء لمشاهدة الطيور داخل شرم الشيخ عشان ده ما صار هجرة للطيور المهاجرة وخاصة ان الطيور الحوامة الكبيرة اللي السائح بيحب بيحب يشوفها يعني فاحنا الامور عندنا بتتحرك بشكل كويس فيها يمكن طبعا احنا مش عاوز اتكلم طبعا احنا بس عشان النشاط ده يمكن لسه بالنسبة لنا جديد او احنا عاوزين ننشره بشكل اكبر لكن احنا السياحة بدأت تنمو عندنا بشكل كويس يعني احنا عاوز اقول مثلا احنا تخطينا يعني دخلنا في قرب المليون دولار على يعني بشكل طبعا متنوع مش بقيمة حقيقية ولكن الدراسات اللي احنا عملناها من المناطق المختلفة لمشاهدة الطيور لاني عندي في مصر 34 مكان معلن مناطق هامة للطيور زي محميات طبيعية ولا هي تتعدى المحميات الطبيعية الجزر المختلفة اللي موجود عندنا زي مثلا جزر نهر النيل جزر الزبرجد البحيرات زي بحيرة ناصر وبحيرة البرولوس وبحيرة البردويل فاماكن مختلفة من ضمنها المحميات وخارج المحميات الطبيعية فدول 34 مكان معلن يمكن احنا لسه بنتكلم دولتين احنا عاوزين نشجع بقى سياحة مشاهدة الطيور في يعني على مستوى العالم ويمكن السياحة الألمان والإنجليز بالذات يعني ممكن يقطع تسكرة ويركب طيارة ويروح عشان ييجي مصر عشان يشوف طائر معامش موجود في ايه مكان العالم ألا في مصر فقيمة مشاهدة الطيور طبعا حاجة جميلة اولا بتحافظ على البيئة سياحة بيئية تمة محافظة على البيئة بتدرع وقت بشكل كبير زي ما حضرتك سؤالت سؤال مهم جدا احنا نصبنا ايه فيها انا ما بتكلم على 20 مليار دولار انا قادر ان انا في مصر لو نميت سياحة مشاهدة الطيور ممكن اتعدى المليار دولار داخل المصر من سياحة مشاهدة الطيور لان عندي اماكن وعيدة زي ما قلت كده منتشرة في ربوع مصر كلها انا مش عارفة دا ينفع يحصل فيه الطيور ولا لأ يعني احنا بنقول انه بيبقى فيه مواسم للتزاوج هل فيه هناك اجراءات نقدر نعملها لتعزيز الانتاجية اللي بتقوم بيها الطيور والزيادة الانتاجية زي ما بيحصل مثلا مع الصوب الزراعية في الزراعة وغيرها في الحضائر بالنسبة للمشاه يعني تعليق حضرتك رائع طبعا لكن خلينا نقول ان التوفير الملازل الامن البيئات الطبيعية لان احنا هنا بنتكلم فيه حياة برية الحياة البرية بتختلف عن الحياة خلينا نقول الكابتف بريدنج او يعني في الاسر او خلينا نقول الحاجات اللي احنا بنربيها الحاجات الدوميستيك يعني اللي احنا بنربيه وبنكسره دا حاجة والطبيعة نفسها حاجة انا الطبيعة بوفر لها فقط البيئة الامنة لها هي بتتكاثر بشكل رائع بتتكاثر بأكثر مما نتخيل لو احنا وفرنا لها بس البيئة الامنة ولكن مقدرش اقوم معاها بالحاجات دي إلا في حالة واحدة اذا اصبح الكائن اللي انا بتعامل معاه مهدد فعلا بشدة بخطر الانقرار وانه دخل في مستوى خطر يتطلب مني ان انا عمله بقى ايه عملية اكثار في الاسر وهنا تيجي بقى النقطة سوري اللي حضرتك اشارت لي فابدأ اعمل له برامج متخصصة زي ما احنا عملنا الكلام ده في سنة كاترين قبل كده علشان اكثار الغازة المسلم لانه كانت بدأت عدده تقلي جدا نتيجة صيد نتيجة مشكلات في البرية فقدرنا نعمل له حاجات اكثار في الاسر واطلقناه مرة اخرى للطبيعة طيب دكتور ازاي ازود وعي الناس وارفع وعي الناس بقيمة التنوع البيوليشي بقيمة الاقتصادية كمان حضرتك قلت دي قيمة مضافة سياحة مشاهدة الطيور من اهم انماط السياحة في العالم دلوقتي المواطنين بقى في البيئة المحلية حوالين المحميات الطبعية انا عايز اعمل مشروعات تنمية وعايز يبقى في حياة وفي نفس الوقت عايز احافظ على هذا التنوع البيولوجي واخافظ على هذه الثروة الحقيقية من الطيور المهاجرة نعم يعني حضرتك جيت لأهم نقطة في العملية كلها هي مسألة الحفاظ على التنوع البيولوجي هي قضية وعي من النهاية هي قضية وعي اذا استطعت ان انامي وارفع وعي المواطن سأحافظ على التنوع البيولوجي ومن هنا تأتي قضية التعليم من البداية يعني كاللغة الحمد لله في مجهودات كبيرة بين وزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم لدمج موضوعات البيئة داخل المناهج الدرسية وانا ابدأ اعلم ان الولد من صغره يعرف عن طائر يعرف عن طائر ويعرف عن النصر النصري يعرف عن قردان يعرف عن النورس يعرف عن الحاجات المميزة عندنا يعرف عن النباتات يعرف عن فراشة سينة الزرق اللي مش موجودة في اي مكان في العالم اللي في مصر ومش موجودة اللي في بقعة لا تتعد 4 كيلو داخل منطقة سنتي كاترين لما يعرف ان الحاجات دي مميزة وموجودة عندي هنا حيبدأ اول يعني ابدأ ارفع وعي من صغره حيبدأ يتعلم عنه حيبدأ يقرأ اكتر حيقدر يدخل ويبحث طبعا اذا حداك عارف دلوقتي تبقى التكنولوجي والاستخدام الموبايل وكده هيقدر يعني ينمي وعيه ويستطيع انه يحافظ عليها وبرضه اضافة لكده بقى الانشطة اللي بتتم على ارض الواقع داخل المجتمعات الطبيعة مع المجتمعات المحلية لان انا بقول ان المجتمع المحلي اللي موجود في المناطق المحميات هو ده الشريك الرئيسي اللي بيحافظ على مثل هذا التنوع الحفاظ على التنوع البالج دي حاجة شديدة الاهمية ومؤخرا دخل فيها الاستثمار اللي ممكن يكون بيحقق عائد كبير للدخل القومي بالاضافة لتوفير فرص عمل كتير للناس اللي موجودة في البيئة المحلية اعتقد ان دي كلها يعني بتتوافق مع بعض في صالح المصلحة العامة كل شكر لدكتور عادل سليمان خبير الادارة البيئية والتنوع البالجي نورتنا شكرا شكرا